موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل الجزء الثاني من النطق الصحيح والآداء الفصيح للغة القانون لازلنا مع كلمة النقابة أم نقابة وها هي ذي الحلقة الثانية لتأصيل المهارة إذا أردت المهارة استمع الحلقة إلى آخرها وإن أردت أن تأخذ من طرف الثمام عاجلاً عجلاناً يعني حتى تنساها بعد دقيقات أو أيام اذهب إلى الحلقة الأولى فحسب أصل مهارتك عزز معرفتك بالاستماع إلى هذه المهارات إذن فلنبتدي ولنبتدر نأتي إلى النطق الصحيح النطق الصحيح لكلمة نقابة كما قلنا لها وجهان نقابة إذا كانت مصدراً ونقابة إذا كانت إسماً ما الوضع في ذلك؟ دعونا نرى بدايةً نبدأ بنقابة بوزن فعالة العلماء يقولون هي مثل كتب يكتب كتابة كاتابة فنقول ناقابة ناقابة ينقب نقابة انظروا ناقابة مثل كاتابة ينقب مثل يكتب نقابة مثل كتابة هذا هو الرأي الأول إذا فعلها ها هنا كما ترون ناقابة ينقب نقابة وتساوي هنا كلمة كتابة كتابة النطق الثاني نقابة بفتح النون بوزن فعالة فعلها على النحو الآتي إثنان ناقوبة ناقوبة ينقب 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 مثل حاسون يحسن عاظما يعظم نقابة ينقب نقابة ها هنا هي بالفتح انظروا نقابة هذا فتح نقابة مثل كفالة نقابة مثل ايه كفالة هذا هو الفعل الرئيس للنقابة أو للنقابة ناقابة ينقب نقابة مثل كتابة وناقوبة ينقب نقابة مثل كفالة طيب سائل يسأل يعني هذه صحيحة وهذه صحيحة نعم صدقت هذا مصدر هنا وهذا مصدر هنا ولكن النطق والسياق له اعتبارات أخرى عندما تكون مصدرا في السياق يجب أن تفتح فنقول نقابة وعندما تكون اسما يجب أن تكسر نونها فنقول نقابة ما تفسير ذلك أعد إلى كتب اللغة فالأمر فيه إعضال ولكن بإذن الله سأحاول أن أبسط الأمور أقول لك عندما تكون مصدر كل نقابة مصدر يعني كلمة عامة لا تقصد بها نقابة المحامين أو نقابة الصحفيين أو نقابة المهندسين عندما تكون كلمة عامة هي مصدر فتقول العمل النقابي هذا هو الأفصح العمل النقابي أو تقول الانتخابات النقابية أنت هنا لم تحدد شيء يعني النقابة هنا مصدر هذا هو الأفضل والأفصح لأن نقابة هنا مصدر مصدر وفعلها في هذه الحال من نقب ينقب نقابة مثل كفالة طيب هذا عندما تكون مصدر متى تكون اسماً؟ اسم هنا طبعاً الأمر يعني له تفاصيل الاسم أختصرها لك تعرف اسم الآلة اسم الآلة مثل يعني إيه؟ سفارة، صناعة، نقابة شيء يشعر بصناعة معينة فتقول نقابة المحامين نيقابة المحامين أي تلك الجهة أو الهيئة أو المبنى أو المؤسسة أو هذا التنظيم الذي يعني يقوم على صالح ومصلحة وتيسير الأمور المحامين هي هنا اسم أشعرت بصنعة فتقول نقابة المحامين، نقابة الصحفيين أو الصحفيين هذا هو يعني الإيه الأفصح فيها أو نقابة المهندسين انظر أنت الآن تقول يعني حددت الأمر فهناك صناعة، فهي هنا اسم فإن جاءت في السياق اسماً فهي نقابة هذا هو الأصحف وإذا جاءت في السياق مصدراً قل نقابة وعليه فمعظم المخاطبات في نقابة المحامين هي بكسر النوني وليافطة الرئيسة أو المكتوب الرئيس تكتب النقابة العامة للمحامين أو النقابة الفرعية لمحامي 6 أكتوبر لمحامي الجيزة، لمحامي الشرقية لمحامي إيطانطة، لمحامي سكندرية أيًا ما إيه كان الأمر وتقول الموظف النقابي أو موظف النقابة أو نشرة النقابة أو أي شيء تسنده إلى النقابة المعينة المعروفة إكسر النونة أما إن كان الأمر عام يعني كما في التشريع يعني غالباً هذا يأتي في التشريع المشروع النقابي، مشروع النقابة، مشروع النقابات تنظيم النقابات، التشريعات النقابية، تشريعات نقابية هذا هو الأفصح رب سائل يسأل يا دكتور محمد يعني أنت بتقول لنا أصعب مما هو موجود يعني أنت شايفني لغوي ولا فيلسوف هعرف سياقها سياق اسم ولا سياق مصدر هنا نأتي إلى الخطة باء الخطة باء أو الخطة جيم أياً ما كانت الخطة الناس بتضحك إيه الخطة هنا؟ يعني قل نقابة اكسرها على الأكثر لماذا؟ لأن غالباً النقابة هي مؤسسة عاملة اسم يعني هي تدل على اسم وعلى صناعة معينة أو تشي بروح صناعة إن اختلفت وإن اختلطت عليك الأمور قل نقابة يمشي عم هي هنا أصح ولكن عندما تكون مصدر الأفصح أن تقول نقابة فهناك أصح وهناك أفصح هناك صحيح وهناك فصيح والفصيح يجب أن يكون صحيح والفصيح أروع وأبدع والصحيح يجوز صح شيء يعني إيه؟ لن نخطئك كثيراً إذن الأمر يسير إن اختلط عليك السياق وإن تراكبت عليك الجمل وإن أبهمت عليك العبارات قل يا عم الحج قل نقابة وريح دماغك وكلاهما صواب ولكن هناك أفصح وأوضح وأصرح وهناك ما يجوز وما يعتبر وما يعد صحيحاً هذا هو في الأساس إذن بإذن الله انتهينا من هذه الإشكالية والأمر ليس موجه إلى نقابة المحامين فحسب بل هو موجه إلى الإيه؟ الإخوة الصحفيين أو الصحافيين والإخوة الإعلاميين والمهندسين وسائر الإيه؟ النقابات المعنية أو سائر النقابات لأني لم أحدد نقابة معينة أنا أتحدث حديثاً عاماً أما لو كنت السادة في نقابة المحامين في نقابة المهندسين في نقابة الصحفيين أو الصحافيين أو يعني كما يقولون الصحفيين ولا أدري صحف صحف هي صحف أو صحافة فيعني ينسب إلى أيهما ليس هذا إيه؟ هو ميقاته ولا معاده دعونا هذا في إيه؟ نتناوله في أمور أخرى إذن وقفنا على الفائدة وعرفنا الأمر وإذا كنت متأنقاً متألقاً في ألفاظك تريد أن تخلب الأسماع وتريد أن تطرق العقول والقلوب وتريد أن تشنف المسامع وأن يتنصت لك القوم إنصاطاً يعني تألق إذن وقتها وقل حيناً نقابة عندما تكون مصدراً وحيناً نقابة فيأتي أحدهم فيقول لك ما هذا ما الذي تفوه به؟ ما الذي تنطق به؟ هي نقابة ولا نقابة؟ يعني وأفن على شيء قل له يا هذا؟ قال سيبوي والله لح يعرف سيبوي ولا شيء ولن يعني يرميك إلا بالجهل أتانا أن سهلاً ذم جهلاً علوماً ليس يدريهن سهل علوماً لو دراها لما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل إذن نعود عرفنا معناها عرفنا النطق الصحيح فلنأتي إلى الاشتقاقات الاشتقاق منها أهم المشتقات اسم الفاعل اسم الفاعل من هذه أو تلك من نقب ينقب نقابة بوزن كتابة أو نقب ينقب نقابة مثل كفالة اسم الفاعل يأتي بوزن فاعل ناقب ناقب يبا نقب ينقب هو ناقب طيب ناقب هذا اسم الفاعل اسم المفعول منقوب منقوب عنه طيب ناقب ومنقوب بغض النظر عن السياق هذا هو القياس نلتزم القياس فكلاهما واحد اسم الفاعل من الثلاثي يأتي بوزن فاعل ناقب اسم المفعول يأتي بوزن مفعول منقوب هذا ناقب وهذا منقوب هذا ناقب في الحائط هذا الطائر ناقب وهذا الجدار أو هذه الشجرة منقوبة أو هذا الجدار منقوب هذا هو السياق اللغوي وقليلا ما يستعمل اسم الفاعل ويستعاب عنه بصيغ المبلغة الخمس التي ذكرناها كثير فعال أو مفعال أو فعول وفعيل وفعل كما يقول ابن مالك في ألفيات فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فتستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل فنقول هنا نقيب بوزن فعيل والنقيب كلمة معروفة وكلمة مشهورة نقيب الأشراف نقيب النقباء وهي كلمة قديمة والنقيب هو مقدم القوم هو من حسنت يعني خفيته وسريرته أو هو من يعرف ويختبر ويخبر ويمهر ويبهر في معرفته بالمخابئ والمخابر ومن ثم يقود قومه إلى شيء ما هو نقيبهم هو مقدمهم هو أعرفهم هو أمهرهم في مهنتهم وفيما أرادوا وفيما اتفقوا عليه وتوضعوا عليه هذا هو معنى النقب وهناك فعال نقاب النقاب أو النقابة العلماء يقولون عنه هو البحاثة هو العالم المتقن الحاذق الذي يعني يبحث في النقوب أي في السقوب ليقف على مخابر الأمور فقالوا عنه نقابة أي علامة وهذا وزن واحد ليس هناك نقابة لا هي نقابة وكذلك قالوا أن نقيب هو العريف من عرفة يعرفوا فنقيب هو عريف وكثيرا ما ستجد في قواميس وكتب اللغة ربطوا نقبا بعرفا فنقيبهم أي عريفهم يعني العارف يقول لك مثلا إيه العريف بالله أو العارف بالله أو إيه إلى غير ذلك وجمع ناقب ناقبون وجمع نقيب نقباء وجمع نقاب نقابون انظر إلى الجموع أصل وفصل وحدد وأفعل التفضيل من ناقب أو من ناقوباء يأتي بوزن أفعل ثلاثي من الثلاثي يأتي بوزن أفعل فيقال أنقب والأنقب هو الأعرف بالخبايا والخفايا أو هو ذو الخبرة والمعرفة أو هو يعني واضح السريرة صفيها نقيها فهذا هو الأنقب أفعل تفضيل وهناك اسم الزمان واسم المكان مفعل أو مفعل وهنا يصاغ بوزن مفعل أما لو هناك الفعل مثال أو الكلمة أولها حرف إلا مثل وعدة نقول موعد مفعل أما هنا لا من قب مفعل أي المكان الذي تجتمع فيه يعني المحاسن أو المكان الذي تذكر فيه المحاسن أو تكشف فيه الخفايا أو تعرض فيه الخبرات ويقال منقبة المنقبة هي الشيء العظيم هي المدحة الحسنة هي السريرة الجيدة أو هي الخبرة الحاذقة الفريدة النوعية منقبة فلان ذو منقبة ذو مناقب وكثير من كتب الأقدمين يقولون مناقب كذا منقبة كذا ومن مناقبه ومن نقائبه تجوز أيضا فلينتبه إلى هذا واسم المرة يأتي بوزن فعلة فنقول نقبة اسم مرة نقب نقبة أي ثقب ثقبة ضرب ضربة واسم الهيئة الذي يدل على هيئة الفعل نقول نقبة 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 واحد عندك كذا بيثقب شيء فيعني صنعها بحذق واحترافية فتقول نعمة النقبة أو إنه لنقاب حاذق أو ناقب حاذق فتسمى نقبة نقبة جيدة أو نقبة سيئة مثل جلسة بوزن فعلة وجلسة جلس جلسة المتكبر جلس جلسة الخيالاء جلس جلسة التواضع فهناك فعلة اسم مرة وهناك فعلة اسم هيئة فلينتبه إلى ذلك وهناك أفعال أخرى أيضا غير الأفعال الثلسية يأتي من نقبة فعل ربعي ناقبة أنقبة وفعل خمسي تناقبة وتنقبة وفعل سدسي استنقبة وكما علمنا أن الفعل لا تزيد حروفه على ستة حروف قط أو ستة أحرف قط بينما الاسم قد يأتي سبعيا في مثل إشهياب أو في مثل عاشراء أما الفعل لا يزيد بحال على ستة حروف ناقب يناقب نقابا أو مناقبة وهذا عرفناه ذي قبل مثل جاد لا يجادل جدالا أو مجادلة وقلنا إن ابن مالك هذا وزن قياسي قال ابن مالك في ألفيته لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما يلي السماع عادلة يعني إن لم يأتي هذا الوزن فليأتي إيه سماعيا ومن المعلومة هذه قاعدة لغوية خذها قاعدة أن الفعل الرباعي والخمسي والسدسي يعني مصادره مقيسة قياسية سهلة لا شيء فيها ولن هنا عدة حلقات عن صياغة المصدر واشتقاق المصدر فليرجع إليها على قناة قانوني منهجي والفعل الرباعي الآخر أنقب أنقب أي جعله نقيبا أصلها نقب فعل لازم فعندما تريد أن تعدي وتجعله متعديا يعني ضع له الألف فعل قياس مصدر المعدة من ذي سلاسة كرد رد هنا أضفنا الألف فقلنا أنقب يعني أفعل يعني صيره نقيبا وجعله نقيبا تقول أنقبت فلان أي جعلته نقيبا وأنقبت الجمعية العمومية نقيبا جديدا وفلان يقول لك أنا نقيب قل له من أنقبك فيقول لك أنقبتني الجمعية العمومية أنقبني محام دائرتي أو غير ذلك من الخطاب تناقب بوزن تفاعل يتناقب تناقبا يعني كأن هذا ينقب أحدا وهذا ينقب أحد بغض النظر عن المعنى الموجود أنا أذكر لك القياس هذه تسمى مهارة الاشتقاق مهارة توليد الكلمات وهي من المهارات الهامة جدا والفاعلة بغض النظر استخدمت هذه الكلمات أو لم تستخدم وغالبها استخدم ولكن في عصر ما في وقت ما وأيضا عندنا الفعل الكماسي تنقبا وهو مشهور تنقبا يتنقب تنقبا اسم الفاعل متنقب اسم الفاعل للمؤنسة متنقبة وهي التي ترتدي النقاب وللإخوة محبي ومتذوق اللغة ما الفرق بين تنقبت المرأة وانتقبت المرأة انظروا يعني تنقبت وانتقبت انتقبت بسيطة سهلة تدل على الطوع انتقبت يعني هي تكلفت النقاب بذاتها بخاطرها هذا في البلاغة هذا للأدباء هذا هو الأديب يقول ابنتي يعني انتقبت انتقبت طوعا أما تنقبت يعني نقبتها فتنقبت فاعلتها فانفعلت هذه خبرة يعني زائدة لمن كانت له أدابة وأرابة وأحب أن يوقع الكلمات مواقعها وأن يضعها في سياقاتها وأن يبلغ بها بلوغ الشعراء ملوك الكلام وهناك على غير القياسي نقول نقبة تنقبت المرأة نقبة واختمرت خمرة هو الأصل لنقبة اسم هيئة يأتي من الثلاثيفة حسب ولكن هذا جاء سماعيا عن العرب فقالوا تنقبت نقبة نقبة الحسناء نقبة الجمال نقبة الدلال إلى غير ذلك من الأوصاف الحسنة التي توضعها هنا كما يقال اعتم عمة فالعمة صحيحة أي هيئة العمة واختمرت خمرة فهذه أسماء هيئة جاءت من غير الثلاثي ولكنها معروفة نعرفها عمة نقبة خمرة إلى الآن هي معروفة ومشهورة والفعل الأخير هو الفعل السوداسي استنقبا استنقبا يستنقب استنقابا استنقبا أي طلب النقب واستنقبا أي طلب لقيبا واستنقبا أي طلب الإيه الإثقاب يعني بحسب سياقها الألف والسين والتاء كما قلنا من الحروف الزائدة تدل على الاستطلب استغفر طلب المغفرة استطعم طلب الطعام استخدم طلب الخدمة إلى غير ذلك فليعلم هذا وقد ذكرناه ذي قبل ورجاءا عودوا إلى علم الكلمة سلسلة حلقات باسم علم الكلمة والله من الأهمية بما كان للتأسيس والتأصيل والترسيخ وقد ذكرت مهارتها أجمع في سلسلة حلقات بهذا الاسم على قناة قانونيون منهجيون فليرجع إليها هذا وتفضلوا بقبول تحيات وفائق محبات محبكم دكتور محمد عبد الكريم الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو البركاته مفتوق موسيقى اشتركوا في القناة